السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لما يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لهم معنا وقلو لكم مرحبا بكم في قناة شو بير دي زاد هنا اليوم آخر الأخبار وين شاهدناك بالأمس وين البارع مع المغرب في موقع تعنافولي فانتكات وين تكلموا على غولام إن شاء الله حفربي تكون انتقالتي أو هذا اللعاب لين لعاب كبير لين ننتظروه بالمنتخب الوطني الجزائري ننتظروه رغم أنه كين بن سبعيني كين فارس كين بالصح يجب اللعابين أمثال غولام يكون في المنتخب الوطني الجزائري بعد الإصابات بعد معانا من ويلات الإعلام الجزائري والاتحادية الجزائرية يعني وين سراوله مشاكل كبار يعني هو اللو اللي بدأوا به الحملة تعطر للعابين هو اللو المسكين في قسونتينة ما ضربت ذاك زين عامر وشاصرة في لونتين يعني بزيب سوالح ورسلوا لو طبيب النابولي وين أو هذا بداية الفضائح والطرد للعابين هذي كانوا في فاردو كانوا كيلي لعابة اللي طروى هذو كلي البول على لغوش هذو بغاية يطلحهم لازم يوخرغاشي ويطلغاشي إحنا إبطاء Kylo Renji أمنع عام الشمسيين تجميل مهلا بغاية أفضل، كان أفضل، كان أقوى مدافع في الجهة اليسرى في أوروبا وكان رايح المنشيستر سيتي وإن تبلسة تبلسة في بتاع التشمبيونز ليغ في الأخرى كسموها في كونتر سيتي التبلسة كان رايح لها حنا يا وإن شاء الله بربي وإنكشف تقارير إعلامي إيطالي أن نادي نابولي يريد حتميا التخلص من الدولة الجزائري فوزي غلام خلال انتقالات الشتوية وحسب موقع نابولي فانتكارد فإن إدارة نادي أصبحت تريد عرض غلام على بعض الأندية الإيطالية وذلك من أجل تخلص من راتبه راتب فوزي غلام الذي أصبح مجرد عب كبير على النادي نابولي الإيطالي وأكدت بعض التقارير أن نادي ميلون بقيادة المدرب ستيفانو يريد التعاقد مع فوزي غلام عن طريقة إعارة كما أنه ينوي نادي أبس ميلون شراء لعاب لمدة 6 أشهر اللعب بل لمدة 6 أشهر فقط إحنا إن شاء الله أحب ربي كما يقول لك اللعبة التيعه والعامل التيعه هو اللي يخلوه يخلو غلام يزيد لديه 28 عاماً برقاً هذا ما كان 28 عاماً ما كانت تعه بأي نادي يلعب بكل سهولة هؤلاء هؤلاء قلوب اللي وين اللي نتكلمه على على خاصة مع ابن ناصر يعني وين تكون إن شاء الله بربي تكون تكون الإنطلاقات تاعة خاصة غلام اللعاب هذا اللي اللعاب كبير اللعاب كبير اللعاب كبير ويقدم مستويات ناس شدوها له على تعتوش تشتوش هذيك يعني هذيك شدوها له تسبلي تسبلي هو اللي باع الصحرات على الجزائر هذا مكان وغير يعني راني عارفين شكونوا هم اللي بارش وخاصة تالية تعبين قال لك اللي كيب ناصرونال جبدوا له فانك تعتوش هو ما عارفين هو ما عارفين على هيد جبدوا له كما عقل وغلام ويتكلم قال لهم أنا جاهز بكامل إمكانياتي وأريد الفرصة الكاملة ويتحدث غلام مدافع نادي نابولي لقاناة نابولي حول وضعيته في الفارق واستبعاده من التشكيلة الأساسية حيث قال أنه لا يعاني من أي تأخر بدني وقال إنه في أفضل أحواله وجاهز للمشاركة في مباريات بشكل منتظم وينتظر فقط فرصته من المدرب نابولي وأضف أنا في حالة جيدة وجاهز بكامل إمكانياتي للعب بشكل منتظم الإصابة أصبحت من الماضي ومستعد للتواجد في التشكيلة الأساسية وأنتظر فقط الحصول على فرصتي للتأكيد إن شاء الله ماذا بنا لعب كما هذا ماذا بنا فانك واحد كما غولام يعطوه فرصة تتعوه فانك مع دعم معناوي دعم معناوي مع المنتخب الوطني جزائري تتعطي دعم معناوي كما دارو بن عمري لعب 38 دقيقة عايطولو لعب 38 دقيقة عايطولو دعم معناوي دعم معناوي يلعب يجي يقول أكتشوف ناس اللي كانوا يقول لك آه اللعابة هذو ما يبوش يقول روبراسو أكتشوف إبراهيمي كان يقول روبراسو نورمال إبراهيمي روبراسو صحيح مكتش مشكلة الناس كانوا يشوفوا فيهم بليدلوا مشاكل في المنتخب الوطني صحيح هم ما ميدلوا مش مشاكل وما يلعب لك ويروح صحيح شعمل لعاب جاء ذاك لحسد مدحي جاء وفاتوا وراحوا كاش ما نهار سمعتوا شفتوا شفتوا واحد كيما عيسى ماندي يهدر تقول قمشي لعاب بتاع منتخب وطني جزائر عمروا لا هدر على اللي كيب ناسيولان خطرة عرضوا في فرنسا هدروا لألام الجزائر قالوا نتشرف بأعلامي أعلام تعمل فيه قالوا نتشرف خطرة مبارك عرضوا هدر ما هي حسبوا ما يلعب في الجزائر ما يعرف في الجزائر ما أول لا في PTSP PTSK G الدات FIFA يجي اللي هنا يقدم لك شتاكاين يقدم خدمته يقدم خدمته ويجي يروح مكان لها هدر الأول ما يخدمه ويروح هذا الناس اللي نحتاجوهم بعد كي ما غولم ما كثرش الهدر كانوا مريض ناس ما أمنوش وين خطرة التبليسة مسكينهم كاش اللي عيطله لليوم كاش اللي تصل به ولا من هم كاش الله غالب هذا هو اللي عبين شايف يدير اللي يكون الراجل ما يبوهش هذا هو اللعاب وين الناس قايي تهدر عليه خطرة بالماضي قال أنا يا قديت الأحسن معي المصر خرجوا هذا اللي يدوا بارمان هذا تعليق على الجماع بالماضي يهدر هم من نحن نحن ندافع على غلام وندافع على بن طالب كنت نهدر على بن طالب غلام لازم نكونوا شاكرين ما نكونوا شاكرين يهدر شيء كما قلهم غلام عاود ولا ولا غلام من ما يريدر فيه خير كبير دائر فيه خير كبير بصحي لعب ما يعرف عش ولا يهدر معه من تحت تحت يعني ما يكون على البلد نهدر له كما كان في وجوه رياح أنا كي نهدر له هكا في وجوه ونقول هكا ديرك كين اسم أول من موسيقى تحت شكرا لهم أبرا لباب ونعلم ما تهدر ونعلم أن لهم لهم ونعلم لهم من لهم حملة لسياد و لا يتحدثون لأجابه مهم ربحوا على البالي بلي ربحوا تونس لا يتحدثون لأجابه تنسيحوا على البالي بلي تكذبوا نور مارمون كيمانتا مو من أي تقاسي تخرج الصحح المعلومة في 2008-2009 لعبنا كأس إفريقي و بعد كأس العالم اللي داروها في نيجيريا تنسيحوا على المرافق كما نرى في الفيشبوك في مو مرحل و في مو مرحل نحن لعبنا كوبدا أفريقا في الجزائر و هناك نحن لعبنا كوبديمون في نيجيريا ايدي ست هناك مرحل تحركه في الميتور ايدي ست ووزت شيء دقيقة تالية ما بغش يعطيه مد اللعابة للمنتخب الوطني الجزائري قالوا معطوني دراهب هذه هي ايدي سيدبرك وهذا وزرعي صغار من دعلا نديرو بيوم حملة ونديرو بيوم مد شويش خلوهم يستمتعوا بكرة القادم خلوهم يستمتعوا هذا واناكم تبعوا فيهم وانتراخروا فيهم خدموا من تحت لاباس وستكتوا كلش ديري الله هزقان توما كلش ديرو في هزقان كلش ديرو في او يمكن ول